عندك أولاً البحوث وعلمائنا في مجال البحث والمحاصيل الزراعية والزراعة كسيفة العمالة هنا هنا أنا بتكلم على إنتاج ما شاء الله أولاً السوق المحلي رقم واحد تاني السوق المحلي رقم واحد رقم اثنين السوق المحلي بعد ما خلص السوق المحلي والفاقض أصدر يبقى احنا اهتمام الدولة إيه والرئيس السوق المحلي ثم الفاقض من السوق المحلي وإحنا الحمد لله عندنا اتفاق ذاتي خضار وفاكهة ما عندناش مشكلة فيهم وبنصدر الفاقض فيجي لنا خير كمان من التصدير فيبقى نكمل نشوف فراجوا فراجوا ده تشكى مش بكلمك على لا لا بكلمك على تشكى والله ده النهاردة خلي بالك ده النهاردة بيشكوكوك في كل شيء ولكن مهمة قوي حضرت بتشوف وحضرت بتتابع وتشوف الدولة العظيمة بتعمل جهد هائل على الأرض بتبزل جهد كبير عشان تسد الفجوة الغذائية وتحقق الأمن الغذائي الدولة بتعمل كده تابع قادي قادي التمور قادي النخل قدام حضرتك ما شاء الله احنا بنتكلم رايحين نزرع حوالي اتنين مليون نخلة هنا في تشكى بس على مساحة ربما تلاتين اربعين الف فدان تقريبا بص حضرتك على المرمى البصر ما شاء الله بكلمك على تصوير اليوم تصوير النهاردة تشكى بص على مرمى البصر دي اراضي عمرك انت زراعته كل زراعته زمان عشرين خانسة وعشرين الف فدان بس بس دي انا بكلمك بس النخلة هنا هيبقى حوالي من تلاتين لاربعين الف فدان فقط تمور منتكلم ربما اتنين مليون نخلة اكتر بس هم مش اقل من اتنين مليون ربما يزيدوا عن اتنين مليون اجود انواع التمور موجودة هنا التمور الفاخرة المتميزة الاصناف اللي احنا جبنا استوردنا اصناف من المملكة العربية السعودية من الامارات من امريكا من دول كثيرة استوردنا اجود انواع التمور في العالم النخل في العالم موجود عندك هنا في تشكى نكمل بص على مرمى البصر دي كانوا صحراء صحراء بس خدت جهد هائل وعمل ودي الناس رجالة شغالة ما شاء الله تصويري النهاردة بكرر ده عشان هيقولك الحق ده كذا ايا كان مش مهم مش مهم المهم انه عندك في تشكى النهاردة على ارض الواقع الدولة بتعمل ايه عايز اقولكو الاف عشرات الالاف من المصريين بيشتغلوا في هذين مشروعات النهاردة بيشتغلوا لان انت عايز بالمناسبة احنا يعني زي ما احنا بتشوف كده وهكمل مع حضراتكو طبعا تشكى واللي بيحصل فيها على ارض الواقع تصوير على ارض الواقع لان انت كمان عملت شغل كبير جدا في هذا المكان هذا المكان عشان عايز اقول له حضراتكو يبقى في المكان ده ايه عارفين القطر السريع اكتوبر ابو سيمبل اه عارفينه هيبقى ليه محطة هنا هيبقى ليه محطة هنا ليه يبقى ليه محطة هنا الله مش فيه رؤي الناس بتشغل هنا ده يبقى فيه قطر بضاعة هنا دي اشجار زيتية اشجار اه زيتية للزيوت ولا ولا بصحضرات التجميل اللي قدام حضراتكو دي يبقى انت بتستغل كل مساعات الارض دي اللي انا محتاجه اقدر